التقى رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس أكد مواصلة مصر لسياساتها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها أخذا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي في حين تمنى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المسندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة والسلامة واستقرار السودان خاصة من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء والتي تأتي امتدادا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل وقد شهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات التنائية وتبادل وجهة النظر حول قضايا ذات الاهتمام المشترك